موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء أعلنت وسائل إعلام عبرية من جانب واحد عن تصفية رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى الصنوار وقالت إنه تم إجراء فحص DNA أولي لجثمان الصنوار وجاءت نتيجته إيجابية وطبقا للإعلام العبري فإن الصنوار استشهد في اشتباكات مع قوة الاحتلال في تل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية وبرفقته قيادي ميداني آخر في حين لم يصدر أي بيان من حماس بهذا الشن دعا نائب رئيس البرلمان اليمني محسن بصر إلى تطبيق دورة مالية متكاملة للخروج من الأزمة الحالية لتدهور العملة وإيقاف شركات الصرافة غير المرخصة والتي تجاوز عددها الألف في مناطق نفوذ الحكومة كما شدد في منشور على منصة فيسبوك على ضرورة رفع القيود عن المؤسسات الرقابية أو إعادة تشكيلها لتقوم بدورها الدستوري والقانوني الرقابي والمحاسبي إضافة إلى إيقاف الحرب ورفع اليمن من تحت طائلة البندستابعي والعاشرة كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين عن تدهور الحالة الصحية للصحفي فهد الأرحبي المختطفي في سجون بيليشيا الحوثية الأرهبية من الواحد والعشرين لشهر أغسطس الماضي وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس إن الصحفي الأرحبي يعاني من التهابات حادة في الصدر والتهابات في الدم والأمعاء والمفاصل إضافة إلى قرحة في المعدة والاثني عشر والقولون ويعاني من البروستاتا وتضخم عضلة القلب محملة الميليشيا الحوثية بسولية تدهور حالته الصحية بعدما تعرض له من أذى معنوي وشس وجسدي ومادية شددت اللجنة الأمنية بحضر موت على منع دخول السلاح عبر النقاط الأمنية لجميع مدن المحافظة ومنافذها في ظل توتر قائم بين السلطات وكيانات قبلية وأكدت اللجنة في اجتماع برئاسة المحافظ مبخوط بن ماضي على مراقبة دخول أو تهريب السلاح عبر سواحل المحافظة كما وجهت بإعادة انتشار قوات حماية الشركات نضم مجلس شباب الثورة بمحافظة المهر حفلا خطابيا وفنيا بالذكرى الحادية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر وقال رئيس المجلس عارف الراشدي في كلمة بالحفل إن اليمنيين سيواجهون تحديات تحت راية الجمهورية مستلهمين من ثورتي سبتمبر وأكتوبر الدروس في تجاوز الوضع الراهن وفي الفعالية نفسها قالت انتصار عوض ممثلة المرأة في مجلس شباب الثورة إن ثورة أكتوبر تمثل رمزية مهمة في تاريخ اليمنيين يبرزون من خلالها قدرتهم على تحرير بلادهم في الوقت الذي يواجهون فيه انقلاب ميليشيا الحوثي ختم هذا الموجز إلى اللقاء